الرئيس السيسي ونظيره الروسية ترأسان الجلسة الافتتاحية لمنتدى روسيا افريقيا الاقتصادي بمدينة سوتي الرئيس السيسي يؤكد اهمية التعاون مع الجانب الروسي لتنفيذ مشروع الضبع ويدعو بطن للمشاركة بوضع حجر اساس المشروع خلال لقائه رئيس جنوب السودان الرئيس السيسي يؤكد استمرار مساندة مصر لحكومة وشعب جنوب السودان الثالث عصرا مجز لهم واخر الاخبار من شبكة تلفزيون النهار مشاهدين الكرام اهلا بكم ترأس السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي بلاديمير بوتن صباح اليوم الجلسة الافتتاحية لمنتدى روسيا افريقيا الاقتصادية بحضور زعماء ومسؤولي 43 دولة افريقية بمدينة سوتي وكد الرئيس السيسي خلال كلمته بالجلسة على اهمية توصل منتدى افريقيا روسيا الاقتصادية الى نتائج تسهم في تعزيز قدرات وامكانات الدول الافريقية واولوياتها ومشروعاتها الرائدة معربا عن تقديره للجانب الروسي لاصراره على تعزيز التعاون مع الدول الافريقية وجدد الرئيس السيسي الدعوة لمؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص للمشاركة في التنمية بافريقيا مؤكدا ان شباب القارة الافريقية يشكلون قرابة 65% من سكانها مما يؤكد على ضرورة توفير فرص العمل وفي كلماته امام المنتدى قال الرئيس الروسي فلاديمر بوطن ان بلاده حددت اتجاهات العمل المشترك مع افريقيا لافتا لما سجلت العلاقات الروسية الافريقية من تحسن ملموس في السنوات الاخيرة لسيما على المستوى الثنائي في اشكال متعددة واشر بوطن الى وجود شركاء جيدين في افريقيا لافتا الى انه رغم ذلك ما زالت ارقام التعاون الاقتصادي منخفضة داعيا الى مضاعفة التبادل التجاري بين روسيا ودول افريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استهل نشاطه صباح اليوم بقمة مصرية روسية مع الرئيس الروسي فلاديمر بوطن بحضور عدد من الوزراء في البلدين وفي كلمته اعرب الرئيس السيسي عن تقديره لمبادرة روسيا بعقد اول قمة بين افريقيا وروسيا للبناء على التاريخ الكبير من التعاون بين الجانبين واشهد الرئيس السيسي بالعلاقات الثنائية المتنامية بين مصر وروسيا على مختلف الاصعيدة منذ التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال زيارة سيادته الى السوتشي في اكتوبر من عام 2018 وتطلع الى مزيد من الارتقاء بها وتطويرها في كافة المجالات وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية لروسيا اكد الرئيس السيسي على الاهتمام بسرعة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية في محور قناة السويس والانتهاء من عقد التشغيل والحرص على انهاء كافة المسائل العالقة كما اكد الرئيس السيسي على اهمية الشراكة والتعاون في مجال تطوير منظومة السكة الحديد وتصنيع عربات القطارات في مصر حيث تقوم الشركة الروسية بتوريد اول دفعة من عربات القطارات باجمالية 1300 عرب في الموعد المحددة مطلع ديسمبر القادم واكد الرئيس السيسي على اهمية التعاون بين الجانبين للانتهاء من تسوية المسائل العالقة المرتبطة بمشروع الضبع بما يسمح بالبدء في عملية التنفيذ وجدد سيادته دعوته لنظيره الروسية بزيارة مصر للمشاركة في وضع حجر الاساسة فور تحديد موعد تلك الفعالية الى جانب الاحتفالية الكبرى التي ستتم بشأن العقد التشغيلية والاعلان عن تدشين المنطقة الاقتصادية الصناعية الروسية في مصر كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة سوتي رئيس جنوب السودان سلباكير وعرب الرئيس السيسي عن سعادته باللقاء رئيس جنوب السودان مشيرا سيادته الى حرص مصر على تطوير التعاون بين الجانبين على كافة الاسعيدة كما اكد السيد الرئيس على استمرار مساندة مصر لحكومة وشعب جنوب السودان ودعمها لكافة الجهود الرامية لتحقيق التسوية السياسية السلمية النهائية في جوبا من جانبه اعرب رئيس جنوب السودان عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز اطر التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات في ضوء العلاقات الاخوية والمتميزة التي تجمع البلدين مشيدا في هذا الصدد بدور مصر البناء في دفع عملية التنمية في بلاده كما استعرض الرئيس الباكر خلال اللقاء اخر تطورات الاوضاع السياسية في بلاده مشيدا بدور مصر والجهود التي تبذلها دعما لاستقرار الاوضاع في المنطقة وفي جنوب السودان وشهد اللقاء استعرض اوجه التعاون الثنائي بين البلدين حيث اكد السيد الرئيس ان مصر ستواصل تقديم المساعدات والدعم الفنية لجنوب السودان واشاد السيد الرئيس بدور رئيس جنوب السودان في جهود تحقيق الاستقرار في السودان خاصة من خلال رعايته للمفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة الى ذلك التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمدينة السوتشيا الرئيس التشاديد ريس دبي واشار الرئيس السيسي الى حرص مصر على تعزيز وتطوير العلاقات مع تشاد على مختلف المستويات واشاد الرئيس التشادي بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين مشيرا الى حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر ومعربا عن تقديره لما تقدمه مصر للتشاد من مساندة ودعم في العديد من المجالات خاصة في مجال دعم القدرات كما أشهد الرئيس التشادي بدون مصر الفاعل على الساحة الأفريقية في ضوء رئاساتها الحالية للاتحاد الأفريقي وأكد السيد الرئيس على اهتمام مصر بمواصلة التعاون مع الأشقائف التشاد في مجال بناء القدرات وذلك من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للكوادر التشادية في مختلف التخصصات خاصة في مجال الصحة وتنفيذ مبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقي من فيروسي فضلا عن تقديم دورات تدريبية للأطباء لتوفير كوادر تشادية ذات خبرات متميزة كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية حيث اتفق الرئيسان على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك على المستوى الأفريقي وفي إطار المحافل والمنظمات الدولية وذلك بهدف تعزيز مبدأ الحلول الأفريقية للأزمات الأفريقية فضلا عن تعظيم التعاون الأمني والاستخباراتي لمكافحة تحدي الإرهاب والفكر المتطرف وعن حالة الأرصاد الجوية يتوقع خبراء هيئة الأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كفة كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين وتكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى الطراب الملاحة البحرية ختاما كان هذا مجاز الثالث عصرا من تلفزيون النهار أشكركم لطيب المتابع إلى اللقاء